موسيقى تحية لكم مشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة والبداية من عين بلدي حيث جاء في أبرز علوينها لهذا اليوم روسيا ندعم أحد عشر فصيل من المعارضة الديمقراطية في سوريا أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية عن تقديمها دعما لأحد عشر فصيل من المعارضة الديمقراطية كاشفة عن أسماء خمس فصائل منها وذلك خلال مؤتمر صحوفي عرض فيه ما أسمى نجاحات التدخل الروسي في سوريا خلال الفترة الممتدة منذ مطلع كانون الأول الماضي واعتبر الجنرال سيرجي روديسكي رئيس الإدارة العامة للعمليات في هيئة الأركان أن هناك ازديادا في عدد فصائل المعارضة الجاهزة للانضمام إلى محاربة الإرهاب وقال في المؤتمر ونشرته وكالة روسيا اليوم إنه نتيجة للعمل المواجه لتوحيد جهود كافة القوى المهتمة بتحرير سوريا من الإرهابيين الدوليين يزداد عدد كتائب المعارضة الوطنية باستمرار وأضاف أن كتيبتي أسود الشرق والقلمون تقدمتا نحو خمسين كيلو مترا باتجاه مدينة تدمر وانتزعت مدينة محصية وبلدتي زازة وكسارة من تنظيم الدولة الإسلامية وفي عنوان آخر المعارضة تشن هجوم المعاكسا وتستعد مناطق في غوطة دمشق استعدت فصائل المعارضة السورية سيطرتها اليوم على عدة مزارع في منطقة المرج شرقية الغوطة الشرقية إثر مواجهات ضد قوات الأسد سقط خلالها قتلى وجرحة واستعد كل من جيش الإسلام وفيلق الرحمن سيطرتهما على مزارع بلدتي بالا واحتيتة الجرش في منطقة المرج التي يحاول نظام الأسد فرطة سيطرته عليها بحسب مراسل عينب بلدي ونطالع أيضا في عنوان آخر في عينب بلدي حجاب لمفاوضات والقوات الأجنبية تقصف الشعب السوري وفي تفاصيل هذا العنوان اتهم منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة سورية رياض حجاب روسيا بقتل عشرات الأطفال خلال غارة جوية استهدفت بلدة عينجارة في ريف حلب الغربية وجاء اتهام حجاب خلال اجتماعه مع رئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس وقال إن المعارضة تريد التفاوض ولكن يتعين توفر الظروف المناسبة لذلك حجاب اضاف أن التفاوض مع النظام السوري لا يمكن أن يجري في الوقت الذي تقصف فيه قوات أجنبية الشعب السوري وكانت الهيئة وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بنكي مون الأسبوع الجاري عبرت فيها عن غضبها من الدور الروسي في سوريا واستمرارها بقصف مناطق المعارضة بعد صدور القرار 2254 واستهداف قادة الفصائل وآخرها كان اغتيال قائد جيش الإسلام زهران علوش من جهتها اعتبر الرئيس الفرنسي خلال الاجتماع أن لا مستقبل للأسد في سوريا داعيا إلى مساعدات إنسانية فورية للمناطق المحاصرة في سوريا لا سيما بلدة مضايا في ريف دمشق الغربي وبالانتقال مشاهدين إلى موقع شبكة شام نطالع فيه أيضا بريطانيا تستخدم صواريخ بريمستون الكبريتية لقصف مواقع تنظيم الدولة في مدينة رقة قالت صحيفة الجاردين البريطانية أن سراح الجو الملكي لبريطاني قد استخدم صواريخ بريمستون الكبريتية على قواعد لتنظيم الدولة في مدينة رقة سوريا وقد استهدفت الصواريخ موقعا للتنظيم بالقرب من رقة واطلق صاروخ آخر استهدف سيارة محملة بالذخيرة تابعة لتنظيم واستهدف حقل عمر بثلاثة صواريخ ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم رئيس الوزراء التي رفضت بدورها عن ما إذا كانت الهجمات قد أسفرت عن سقوط ضحايا واكتفت قائلة إن جميع الهجمات التي استهدفت التنظيم قد تركزت على نقاط الموارد لدى التنظيم الذي يعمل على زعزعة الاستقرار في سوريا والعراق وبالانتقال إلى عنوان آخر تنظيم الدولة يطلق قناة فضائية عبر النايل سات أطلق تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش قناة فضائية يبث من خلالها أخباره ودعايته عبر تردد ظهر على القمر الصناعي النايل سات القناة التي تحمل السم بين اتش دي فور ظهرت ضمن قنوات القمر الصناعي المصري نايل سات نتيجة عملية اختراق بحسب ما أعلنت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية والتي أوضحت أن الترددات التي يبثون بها ليست ضمن ترددات القمر المصري وبالتالي لا يمكن حجبها أضافت الشركة أن ما يقرب من 15 قمر يتحرك في مدار نايل سات وهي الأقمار التي تبيع ترددات القنوات التي لا يمكن بثها عليه وأضافت أن الشركة لا تستطيع مواجهتها سوى باتباع نظام التشويش عليها أو الانتظار لمخاطبة إدارة تلك الأقمار لمنع محتوها من الوصول وبالانتقال مشاهدين إلى موقع أورينت نيت نطالع في هذا العنوان إيران تزيل اسم النامر عن شارع السفارة السعودية في طهران بلغ عدد الذين ألقت السلطات الإيرانية القبض عليهم بتهمة مهاجمة السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد إلى 66 شخصا بعدما نشرت معلومات أولية عن أن قبض عليهم 40 شخص إلا أن رقم ارتفع لاحقا بعد مهاجمة الجهاز القضائي لهذه القضية وملاحكة الأشخاص المتورطين في الحادثة بناء على التحقيقات والتحريات التي قامت بها القوات الأمنية وقوات الشريطة وبالانتقال مشاهدين إلى موقع جريدة الحياة نطالع فيها الرياض تشيد بدول أيدت لإجراءات ضد الإرهاب وإيران أشهد مجلس الوزراء السعودي أمس بالدول الإسلامية والعربية التي أيدت الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء وقرار قطع العلاقات مع إيران ودانا ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإطلاف وإحراق ونهب وسلب للمحتويات وأكد المجلس مواصلة السعودية سياستها في الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية وفي طهران قالت السلطات مسؤولا أمنيا بارزا بسبب إخفاقه في منع الهجوم على السفارة السعودية وقالت وزارة الداخلية إنها تجري اتصالات لتعيين شخص يخلف سفار علي باراتلو في منصب نائب المحافظة العام لطهران للشؤون الأمنية إلا أنها أكدت أنه لا يمكن التغاضي عما حدث في السفارة وفي عنوان آخر رحيل يوسف الزعين آخر الأطباء الثلاثة في سوريا المريضة وفي التفاصيل يوسف الزعين آخر الأطباء الثلاثة الذين حكموا دمشق عندما كانت سوريا مريضة توفي أول من أمس في ستوك هولم بعدما رأى بلده تعاني المرض العضل فرحل بعدما عايش مئات الألاف من أبناء جلدته قارق قوارب الموت إلى سويد وأوروبا هربا من البراميل المتفجرة والسكاكين وبعد نكسة 1967 كان في دمشق ثلاثة دكاتر أطباء هم الرئيس نور الدين الأتاسي ورئيس الوزراء يوسف الزعين ووزير الخارجية إبراهيم ماخوس ظهر صراع داخل قيادة البعاث الحاكم بين الأمين العام المساعد صلاح جديد والرئيس الأتاسي وماخوس من جهة واللواء حافظ الأسد الذي كان وزيرا لدفاع من جهة أخرى إلى أن حسم الأخير الصراع في الحركة التصحيحية في السابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر 1970 حسب وصف الصحيفة وأوضع الأسد رفاق الأمس باستثناء ماخوس الذي فر إلى الجزائر بينما تأخر اعتقال الزعين إلى العام 1971 لكنهم جميعا أي الرفاق خرجوا من السجن بعد عقود وسنوات طويلة ومرض عضال قضى عليهم الواحد تل والآخر وبالانتقال مشاهدين الكرام إلى موقع العربية نيت نطالع في أبرز عنوينها ضابطان بحزب الله أن تلقى أسلحة من روسيا ودربنا الحوثيين قال مسؤولان في ميليشيا حزب الله اللبناني قدان مجموعات تقاتل إلى جانب نظام الأسد إن الحزب تلقى أسلحة ثقيلة من روسيا وأوضح الضابطان الأثاني رفضا الإفصاح عن اسميهما الحقيقيين واستخدما اسمين لمستعارين خلال حديثهما لموقع ديليبيس الأمريكي أن هناك تحالفا كاملا بين نظام بشار الأسد وإيران وروسيا وحزب الله مشيرين إلى أن العلاقة بين الحزب وروسيا أخذ في التطور وأجرى الموقع الأمريكي مقابلتين مفاصلتين مع ضابطين في الضحية الجنوبية ببيروت معقل حزب الله وقد قال القائدان في الميليشيا إن الحزب تلقى من روسيا صواريخ بعيدة المدى وأخرى مواجهة بالليزر وأسلحة مضادة للدروع والدبابات ونختم حلقة اليوم مشاهدين الكرام في موقع عكس السير من هذا العنوان القبض على سوريا قتلت ضرتها الحامل بدافع الغراء ألقت الشرطة التركية القبض على سيدة سوريا قتلت ضرتها في مدينة مرسين وبحسب المعلومات التي رصدها عكس السير في وسائل الإعلام تركية فإن سوريا نسرين جيم البالغة من العمر 23 عام والتي تعيش في بلدة أردملي التابعة لمرسين اتهمت بقتل ضرتها غفران كاف 22 عاما الحامل بالشهر الخامس وأكد الإعلام التركي أن نسرين اعترفت بقتل ضرتها بدافع الغيرة وكان السوري أحمد تاء قدم إلى تركيا قبل عام مع زوجته الثانية غفران واستقر في مرسين ثم قدمت زوجته الأولى نسرين قبل أسبوع بحسب الإعلام التركي مطالبة بالمكوث مع زوجها لكن الأخير رفض وذهبت نسرين للعيش عند عائلة من أقربائها ثم ذهبت بعد ذلك إلى منزل زوجها الذي يعمل نادلا في أحد النواد الليلية وتشاجرت مع ضرتها وأردتها قتلة وبعد إلقاء القبض عليها فور وقوع الحادثة اعترفت نسرين بقتلها ضرتها بدافع الغيرة بهذا المقال نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم مشاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة وقادمتم بألف خير